وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية بمضبطات تمونية بلغت قرابة 105 أطنان وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 24 طنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي حيث تم ضبط قرابة 56 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 714 قضية من بينهما 111 قضية خبز ناقذ الوزن و82 قضية خبز غير مطابق للمواصبات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريدي وتداول القمح المحلي تم ضبط 21 قضية بمضبطات بلغت قرابة 104 أطنان أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر